بكده يبقى جدول ترتيب الدولي العام كالآتي النادي الأهلي في المقدمة 72 نقطة بيراميز الثاني 67 نقطة طبعا بيراميز لعب أكتر من النادي الأهلي بثلاث مباريات واللي ما بينهم حاليا خمس نقاط الاهلي 72 و بيراميز 67 يعني أنا بأؤكد أن الاهلي وبطل الدولي بكل المقاييس يعني فيوتشر الثالث ب58 نقطة إذا مالك بينافس فيوتشر على المركز الثالث 56 نقطة المصر الخامس 44 في الأمان مقاولون السادس 43 في الأمان الاتحاد السابع 42 في الأمان مبي الثامن 42 في الأمان فرق التاسع 41 في الأمان سموحة العاشر 36 في الأمان والبنك الأهلي في المركز 11 35 نقطة نبدأ مرحلة الخوف من أول البنك الأهلي في المركز 11 الاثنشر سيراميكا 34 نقطة التلاتاشر الإسماعيلي 34 14 طلاقع الجيش 33 يا نها رابي أسوان الخمستاشر 33 الدخلية الستاشر 32 غزل محلة السبعتاشر 32 الحلس نزل خلاص تخيلوا بقى يا جماعة من البنك الأهلي اللي هو في المركز 11 لغزل المحلة اللي هو في المركز السبعتاشر الفارق ثلاث نقاط ولذلك من أول البنك الأهلي كلهم في دوامة الهبوط أنا سموحة عنده 36 نقطة أنا بقول بره بره الهبوط طب تعالوا نبص كده بسرعة سموحة فضل له طبعا كل دول لعبوا 32 ماتش وفضل للناس دي كلها ماتشين سموحة عنده 36 نقطة وفضل له MP والمصري سموحة أنا بقول 36 نقطة هي نقطة الأمان المؤكدة ده في رأيي وممكن تكون 35 نقطة هي نقطة الأمان 36 ده أمان الأمان أنا عارف أنا بقول إيه يبقى إذن سموحة مش هدخلها في الدوامة لكن خلينا نقول إنه هو عنده مباراتين مع MP ومع المصري بنك الأهلي عنده مباراتين واحدة منهم في منتهى الخطورة لنا مع غزل المحل والتانية أخطر منها مع فيوتشر البنك الأهلي وغزل المحلة اللي اتنين بيتنافسها لعدم الهبوط بنك الغزل المحلة عنده 32 نقطة ده البنك الغزل المحلة والبنك الأهلي 35 يعني غزل المحلة لو كسب البنك الأهلي هيبقى 35 زيه ويتفضل للبنك الأهلي فيوتشر مباراة في غاية الصعوب لو روحنا الإسماعيلي عنده 34 نقطة وعنده الماتش الجاي حياء أو موت ليه؟ لأنه مع الدخلي الدخلي عندها 32 نقطة والإسماعيلي 34 نقطة لو الدخلية فزع الإسماعيلي هيجيب الإسماعيلي تحت منه هيبقى 35 دخلية والإسماعيلي 34 إذن الإسماعيلي ما فيش قدامه غير المكسب وعلى أقل تقدير التعادل لأن الماتش اللي بعده ما تحت سكنداري سيراميكا 34 نقطة هيقابل بيرامدز بيرامدز أطر بيرامدز أطر ماشي عمال يهرس وبالتالي هم مباراة غير مضمونة على الإطلاق ثم MP سيراميكا 34 نقطة لو طارت منه 3 نقطة في بيرامدز هيبقى عنده مشكلة أمام MP لأنه لازم يكسب أو ربما التعادل ينفعه ويبقى 35 نقطة ربما طلع جيش 33 نقطة عنده حياء أو موت الماتش الجاي أسوان أسوان قلنا 32 والطلع تلاتة وتلاتين لو الطلع كسب أسوان بقى 36 في الأمان لو أسوان كسب الطلع هيبقى 35 وقرب قوي من حزام الأمان وربما يكون في الأمان أسوان قلنا عندها طلع جيش وعندها ماتش تاني الداخلية اللي بتصارع يعني أسوان عندها ماتشين مع فريقين مهددين بالهبوط طلع الجيش والداخلية داخلية قلنا عنده الإسماعيل وأسوان غاز المحلة قلنا عنده البنك الأهلي وحرس الحدود كلها أمور معقدة جدا عشان كده الإسبوعين الجايين دولت أي ماتش هيدينا كده دلالة بسرعة من اللي هيبتدي ينزل معه حرس الحدود ترجمة نانسي قنقر